اشتركوا في القناة وتمنياتهم لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بدوام التقدم والزهار وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات وشد سموه بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق على كافة المستويات كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين وخاصة في المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين وللأمة الإسلامية وفي نهاية اللقاء شكر الفريق أول ركن سمو رئيس الحرس الوطني رئيس الوزراء الباكستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لجمهورية باكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار حضر اللقاء السفير محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر